نحن نعلم أن مشكلة الديمغرافيا مشكلة إسرائيلية تاريخية نعلم الفكر الذي تمتلك إسرائيل والصهيونية بهذا الشأن وعبروا عنه منذ بداية هذه الأزمة بالتهجير لكن كما قلنا وقال الأستاذ جهاد أن أنوان الرئيس وهو صمود الغزيين والمواقف المساندة عطلت هذا المخطط الإسرائيلي حتى اللحظة على الأقل أكيد الرهان الكبير على موضوع ثبات أهل غزة في أرضهم وثبات أهل الضفة الغربية في أرضهم هم أنفسهم الموقف الذي وقفوه الغزيين في هذه الحرب موقف يدل على فهمهم للقضية والموضوع التهجير يعني نكبة أخرى نكبة ثانية ولذلك يعلم الفلسطيني ماذا تعني النكبة عنده اليوم هو متمسك بأرضه صحيح أنه في بعض العائلات يعني انتقلت من شمال غزة إلى جنوبها وكثير منهم رجع على فكرة داخل غزة وداخل غزة لم يغادروا تقريبا مليون ومئة ألف تقريبا هذا باب هذا يعني أحد الأركان القضية أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولا يمكن أن تنطلي عليه قضية يعني مغادرة أرضه تهجيره لفترة من الزمن إلى أن تعود الأمور ثم يعوده هذه قضية ما عادت تنطلي على الفلسطينيين ولا على العالم النقطة الثانية هو موقف الدول التي يعني مطلوب منها أن يهجر إليها الناس في غزة مطلوب أن يهجروا إلى مصر ومصر أعلنت أن هذا أمر مرفوض نهائيا وكذلك الأردن بقرارات استباقية وبمواقف استباقية الآن تتحدث عن أنه لا للتهجير ولا يمكن أن تقبل تهجير آخر للفلسطينيين من أرضهم بالرغم من أنه يعني اليوم إذا الغزاويين تهجروا الدور جاي على أهل الضفة ما فيه كلام وإسرائيل هدفها الوحيد أن تفرغ الأرض يعني معروف هذا الكلام قدام إسرائيل هدفها أن تفرغ الأرض من الناس حتى يعني تقيم على أرض ليس فيها شعب هي إسرائيل دولي جاءت على أساس أنه فلسطين ما فيها شعب تريد دولة يهودية خالص هي تقول فلسطين أرض بلا شعب وهما اليهود شعب بلا أرض فهم جايين على أساس يسكنوا في أرض ليس فيها أحد يقاوم أو يعني يطالب بحقه أو ينتفض أو يقاتل بهذه القضية مسألة التهجير مسألة خطيرة جدا وهي من أهم القضايا التي يجب أن يتنبه لها العالم وموقف الأردن وموقف مصر ممتاز جدا حتى الآن وسيستمر إن شاء الله تعالى لأن هذا أمر مرفوض على الإطلاق قضية التهجير قضية نكبة أخرى للقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر